تأمين على الحياة ضمانة إلزامية مع كل كرد من أي بانك أكدت التأمين شو كل فتو إذا فيك تقصت مع الكرد بانك عودة خدمات مصرفية بكل وضوح بوصوار سجل التدفقات المالية دخلت إلى لبنان بأول شهر من 2013 ارتفاع ملحوظ بالنسبة لنفس الشهر من العام الماضي ووصلت قيمة الأموال التي دخلت إلى لبنان بكانون الثاني من هالعام إلى 1.6 مليار دولار لتسجل التفاع بحوالي 99% عن نفس الشهر من العام الماضي وتدفقات الأموال التي تأخذ عدة أشكال مثل تحويلات اللبنانيين العايشين بالخارج والمصاريف السياحية وبالمقابل سجل العجز الإجمالي بلبنان يلي بيضمن أرقام الموازنة والخزينة ارتفاع بحوالي 68% بالألفين واثناش بالنسبة للألفين وحداش وبصل العجز إلى 3.92 مليار دولار بالألفين واثناش كما سجلت مصاريف الدولة ارتفاع بـ 14% مقابل ارتفاع طفيف جدا بما دخيل الدولة بـ 0.6% ومن لبنان إلى قطر يلي عم تجري محادثات مع بريطانيا من أجل استثمار حوالي 15 مليار دولار بمشاريع للطرق والطاقة بالمملكة المتحدة وذكرت صحيفة الفاينانشل تايمز أن مسؤولين وموزراء من الجانب القطر والبريطاني ععدوا اجتماعات لمناقشة خطر الاستثمار القطر ببريطانيا وإمكانية إنشاء صندوق استثمار خاص وبتنوى الحكومة البريطانية أن تجري أعمال بالبناء التحتية للتعزيز النمو الاقتصادي دون استخدام المال العام البريطاني لهذا السبب عم تلجأ لمصادر خارجية لتمويل المشاريع وبتربط قطر ببريطانيا علاقات اقتصادية قوية بعد ما اشتريت قطر بالسنوات الأخيرة أسهم ببنوك ومؤسسات بريطانية مثل بانك باركليز وشركة بريتش أيرويز ومننتقل أن نتعرف على النساء اللي حصلوا على أعلى مدخول بالعالم خلال عملهم على مدار السنة حسب مجلة فورتشن وبتضم الليحة 25 أمرأة استطاعوا أن يحققوا أعلى مدخول من خلال الوظيفة اللي بيعملوا فيها ومن الملاحظ أن جميع النساء بيعملوا بشركات تجارية عالمية ضخمة تختص البعض منها بالتكنولوجيا والبعض الآخر بالبنوك واستثمار الأموال واحتلت المرتبة الأولى رئيسة شركة أوراكل للتكنولوجيا مع معاش بحوالي 52 مليون دولار أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مديرة العمليات بفيسبوك مع 31 مليار دولار مليون دولار بالسنة والمرتبة العاشرة احتلتها رئيسة مجلس إدارة بابسي مع 14 مليون بالسنة لهم نصل لنهاية أخبارنا الاقتصادية للليلة منتبع نشا معكم جوزيان وبصان